تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نظمت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظمت قمة المعرفة بدورتها السابعة جاء ذلك تحت شعار المعرفة حماية للبشرية وتحدي الجوائح بمقر إكسبو 2020 دبي بحضور عدد من الأزراء والخبراء والمسؤولين الحكوميين عن الشأن التعليمي من مختلف دول العالم هذا وقد شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم في الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات القمة حيث تحدث عن تجربة مملكة البحرين في استدامة التعليم خلال فترة الجائحة بفضل ما تمتلكه من بنى تحتية مهمة من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي مما ساهم في التحول إلى استخدام أدوات التعلم عن بعد بشكل يسير في المدارس وأكد الوزير أنه خلال هذه الفترة الاستثنائية تم إصدار الأدلة المنهجية المرجعية التي تغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعلم عن بعد والتعلم المدمج وتوفير الدروس الرقمية المركزية لمختلف المراحل التعليمية للقنوات التلفزيونية وقنوات اليوتيوب التي يبلغ عددها 14 قناة بما فيها قناة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتقويم أداء الطلبة من خلال تنفيذ اختبارات موحدة هذا واستعرض الوزير الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة الجائحة ومن بينها اعداد المئات من الدروس والإثراءات الرقمية وأوضح الوزير أن كل تلك الجهود قد ساهمت في نيل مملكة البحرين إشادة دولية من العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور البارز الذي تقوم به جائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للتحفيز على تقديم المبادرات والمشاريع التكنولوجية الرامية إلى ضمان نشر التعليم للجميع وانتفاعهم بفرص التعلم الجيد مدى الحياة كما تحدث الوزير عن التحديات التي سيواجهها العالم بعد الأزمات مثل الجائحة والكوارث الأخرى داعيا إلى الاستفادة من النتائج المترتبة على ذلك وخصوصا على الصعيد التعليمي اشتركوا في القناة